الله أكبر الله أكبر لا خير العمل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم مبارك عليكم حلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بكل خير وبركة أبقاكم الله تبارك وتعالى لأمثاله وأنتم على أتم العافية من أبرز ما يخفق الإنسان في أمثال هذه المناسبة العظيمة إخفاقان هذه الآية تتحدث عن هذين الإخفاقين الكبيرين للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالرسول والإيمان بالقيم لا تحدث أبرز مصاديق الإخفاق في الإنسان أبرز مصاديق الإخفاق يحدث فيما يتعلق بالإيمان بالآخرة الإنسان لا يحده ويحد إساءته شيء إلا الإيمان بالآخرة كثيرا ما الإنسان يعتقد بالله تبارك وتعالى لكن لا يعيقه هذا الاعتقاد بالله عن الإساءة لاحظوا السوء نحن عندنا فعل ومصدر واسم مصدر فرق السوء والسوء شنو؟ السوء مصدر السوء اسم مصدر السوء يعني المصيبة السوء يعني الإساءة أما يجيب المصدر إذا دعاه ويكشف السوء هذا السوء آية قرآنية يكشف السوء يعني شنو؟ يعني المشاكل المصائب المتاعب هذا السوء السوء يعني إساءة اعتداء تعدي هذا السوء مصدر المصدر يدل على الحدث والفاعل اسم المصدر يدل على الحدث فقط الفعل يدل على الحدث والفاعل والزمان أبرز مصاديق أبرز رمز للإساءة تأتي من خلال عدم الإيمان بالآخرة الإنسان ليش يسيء يسيء للآخر ليش يعتدي ليش يظلم ليش يتطاول هذا يأتي ليس من قبل أي شيء بمثل ما يأتي من عدم الإيمان بالآخرة ولا ينفع في هذا المجال الإيمان بالله الإنسان ممكن يكون إيمان بالله إيمان كبير بس لكن هذا لا يلازم الإيمان بالآخرة فهذا واحد أكو هذا أكبر ملاحدة القرن هذا كل ملاحدة هذول اللي ينكرون الربوبية كلهم قاعدين على سفرة هذا في هذا العصر قبل عشر سنوات اثنعش سنة بالضبط مات أكثر من ثلاثين كتاب مصنف يبرهن ينظر لنظرية عدم وجود إله اسمه أنتوني فلو فيلسوف بريطاني كبير كل الملاحدة في الكون هذول يتبعون هذا الرجل وقرأت عنه كثيرا حقيقة كيف يستدل على إنكار الربوبية كل رجل مهم هذا في سنة ألفين وسبعة تقريبا سنتين وقليل قبل أن يتوفى فجأة آمن بالله تبارك وتعالى كتب كتاب هناك إله كتيب مو كتاب آمن بالله هو يقول في الكتاب كتبع في هذا البلد وفي باللغات العربية باللغات الكثيرة حقيقة أحدث صدمة هائلة تدري هذا بعد أكبر منظر للإلحاد في العالم هذا أحدث صدمة هائلة في نفوس العالم كيف هذا الذي هو الأكبر المنظرين وكل من لا يعتقد بالله يتغذى جالس على سفرته هذا كيف فجأة يفاجأ العالم وتعرض لتسقيط كبير لعملية تشهير كبيرة هذا الرجل بس هو يقول يقول أنا أكثر من عشر سنوات عندي تحقيقات في البصمة الوراثية دي ان اي يسموه يقول أنا أدركت أن هذه من خلال التحقيقات في البصمة الوراثية أن هناك خالق تفوق قدرته من خلال التحقيقات في البصمة الوراثية هذا الخالق القادر المتعال كيف يظلم أصلا على كل حال من خلال هذه التحقيقات بالنتيجة وصل إلى نتيجة أنه هناك خالق ما يمكن أن هذه الأمور تحدث فجأة من ذات نفسها ولكن هذا الإنسان إلى أن مات صرح في هذا الكتاب وبقي على عقيدته كان يقول لا يمكنني أن أؤمن بوجود حياة وراء هذه الحياة ما أتمكن هذا الشيء ما أقدر أبرهن عليه ما أتمكن أؤمن به ومات ولا يؤمن بالآخرة القرآن الكريم في هذه الآية يأكد على كلمة جدا مهمة ويحصر الحديث في هذه الكلمة لا يقول الإيمان بالله في آيات أخرى أكو الإيمان بالله وبالرسل وبالملائكة وبالقيم هذه الآية التي تتحدث عن أهم مصاديق الاعتداء مثل يعني عصارة يعني رمز رمز الإساءة يأتي من خلال عدم الإيمان بالله عدم الإيمان بالآخرة ولا يشرك رب العالمين بهذه القضية الإيمان ببقية القيم والحقائق للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل يعني رمز يعني أبرز مصاديق الإساءة السوء يأتي من خلال عدم الإيمان بالآخرة هذه مسألة كلش مهمة الإنسان يؤمن بالله يؤمن بالقيام أكو الله وأكو أهل البيت الحمد لله رب العالمين هذا الإيمان موجود بس لا يعيق هذا الإيمان الإنسان أن يعتدي على أقرب الناس يعتدي على على كل شيء الإنسان مصدر اعتداء حقيقة الله تبارك وتعالى عندما خلق إبليس ما تعرض لإعتراض الملائكة عندما خلق الإنسان وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أو أحدث هذا الخبر كارث في النظام الكوني المنظومة الكونية كلها اضطربت قالوا قالوا عن الملائكة كلهم وإذ قال ربك للملائكة ملائكة عن كل الملائكة كلهم اتخربطوا قالوا أتجعل فيها من يفسد من يفسد فيها شوفوا من يفسد فيها الإنسان يتطاول على البيئة يتطاول على كل شيء يتطاول على الله حتى إذا مؤمن بالله من حيث لا يشعر يتطاول الإنسان مجبول على التطاول مجبول تجعل فيها من يفسد تدرون في الرواية رواية متعددة شوفوا حديث البيت المعمور هذا اللي الله أمر ببنائه الله غضب على الملائكة في الروايات المتواترة بهذا الاستفهام الاستنكاري ملائكة الملائكة الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون القرآن يقول في قضية خلقة الإنسان تحصل لهم تخبط اعترضوا على الله هاي قرآن أتجعلوا أتجعلوا شنو استفهام حقيقي لا استفهام بين نصف الاستفهام الاستنكاري استنكروا على الله اختياره هذا الأمر الله غضب عليهم وزعل منهم خلاهم هما أدركوا ذلك آلاف السنوات يطوفون بالبيت المعمور أخيرا الله عفو عنهم هذا البيت اللي محاذي للكعبة هذه الرواية سامعيها كثيرا هذا الإنسان أقول كلمة حقيقة جريئة بس يحتاج إلى تأمل الإنسان طينته طبيعته أرد من الإبليس من الشيطان وكارثة الإنسان يعني الإنسان كائن أسوأ من إبليس شوفوا الآيات الله لما يتحدث عن إبليس ولما يتحدث عن الإنسان شوفوا المعايير التعابير قتل الإنسان ما أكفره الله يستعمل استفهام يقول هذا جد الإنسان كافر إبليس شنو إبليس ولقد كان إبليس شنو لربه كفورة كفور صيغة مبالغة ما أكفره هو أقوى من صيغة المبالغة صيغة المبالغة الله تبارك وتعالى هم يستعملها في الإنسان إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولة ظلوم جهول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها إن الإنسان لظلوم كفار خلاص بعد ماس هذا كفار نفس الكفار في إبليس إنسان موجود رديء طبع رديء شوفوا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون شوفوا ولقد خلقنا القرآن هكذا يبدأ ولقد خلقنا الإنسان شوفوا من أرد الشيء ممكن أن يتصور ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل جان يعني إبليس كان من الجن من قبل من نار السموم صلصال هذا التراب أرد الشيء هو التراب وبعدين أكون نوع من التراب هو أرد أنواع التراب هذا التراب اللي يصنع به الفخار هذا الصلصال تراب صلصال من حمأ مسنون يعني هذا بيريحة بايخة بيريحة نتنة تراب وبيريحة بعد ونوع رديء من التراب ومسنون يعني مزروف قل شنو على كل حال لكن التفسيرات كثيرة أكو هنا هو الله يقول خلقناه والجان خلقناه من قبله قبل الإنسان من نار السموم نار من أشرف الأشياء نار التي تنفذ سموم بعدين هو يقول يقول أنه هيتش خلقت بعدين قلت للملائكة شوفوا وإذ قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا خلقته فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذا أمر الله بعد خلاص فسجد الملائكة كلهم أجمعون في لحظة واحد كلهم سجدوا ما يخالفون الله إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين واحد هذا قال يا إبليس ما منعك أن تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون شوفوا المعضلة من وين يت هذا المعدن أرد الشي هو معدن الإنسان هذا الإنسان بهذا المعدن تشوفه منبع للفساد والله حقيقة إذا واحد يلاحظ الآيات يصل إلى هذه النتيجة الله من نعم الله على الإنسان أن سلط إبليس عليه وإلا الإنسان كان يشط يحيد عن الطريقة بلا حدود بالنتيجة الإبليس مسلط علينا ولو في القرآن إنه ليس لك سلطان شنوع على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون وإلا الإنسان ولولا إبليس يعني هذا اللعين وإذ قال شنوع مثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين شوف إبليس يخاف من الله والإنسان ما يخاف ما يخاف من الله قال إني هذا هذا مو في الآخرة إذ قال للإنسان يكفر هذا بالآخرة فلما كفر هذا بالآخرة كفر قال إني بمجرد أن يكفر يقول أنا بريء منك حتى ليش يقول يعني شنوع يريد يجامل إيا الإنسان لا يريد يحافظ على مصلحته مع الله يخاف من الله لذا يقول أنا بريء منك حتى شنوع يوم القيام يقول وقال قرينه قرآن ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد هذا أي قرآنية يوم القيامة إبليس يتخلى ما يقول ما أغويته يقول له ما أطغيته شوف الطغيان شغلة الإنسان هذا اعتداء الإنسان طبيعته كلا إن الإنسان لا يطغى الإنسان يطغى مو إبليس إبليس يوم القيامة يقول إلهي أنا ما جرته إلى الطغيان هذا السوش هو هو كان ما يفتهم كلش ما كان يفتهم بل كان في ظلال بعيد ما أطغيته تدري إبليس شنون ممكن إبليس يتشذب علينا بس ما يقدر يتشذب على الله وقال قرينه ربنا ربنا هذا يخاطب الله إبليس هو ما يقدر يتشذب على الله شنون يتجر يتشذب على الله ويوم القيامة هذا يوم القيامة ما أضغيته شوفوا سورة اقرأ القرآن أول يبدي هذا شوفوا هاي آية عجيبة الله يبدي قلق ولو هذا في الله تبارك وتعالى لا يتهم يقولون خذ الغايات وترك المبادئ الله خميق لق الله مالك كل شيء بس هذه الآية شوفوا بعدما الله في القرآن في أول آية ينزلها شنو اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بعدين شوفوا بعد ما يذكر هذه الآيات كم آية أول شيء يتحدث عنه القرآن الله يبدي قلق كلا إن الإنسان شوفوا أول آيات نزلت على رسول الله بعد آيات اقرأ كلا إن الإنسان ليطغى هذا لا متأكيد بالتأكيد راح يطغى شوفوا الإنسان منبع طغيان منبع اعتداء يعتدي على كل شيء أهم مسائل الدمار اللي موجودة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كل شيء لاحظوا يكتبون أن البيئة هاي علماء اللي يسمون البريولوجيا هاي علماء البيئة يقولون أن الكائنات الحية اللي موجودة هذه كل أربع سنوات طبيعة البيئة البيولوجيا الموجودة هاي طبيعة تفرض على الكائنات كل أربع سنوات فد نوع خاص ينقرض عن بكرة أبيها ينقرض أربع سنوات من يوم اللي الإنسان يجعل هذا الوجه البسيط تضاعفت بسبب نشاط الإنسان عملية الانقراض للكائنات الحية أضر الشيء على الكائنات الحية هو الإنسان تدرون كم ضعف كل أربع سنوات كائن واحد ينقرض البيئة الكائنات الحية تعرضت إلى انقراض مية وعشرين ألف ضعف بوجود الإنسان مية ألف مية وعشرين ألف ضعف الإنسان نشاط 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 حتى النشاط الحيوي ما له يعرض البيئة شنو إحنا كله جاي ننتج أجل لكم الله زبالة ننتج إنسان يتناول أفضل نعم الله تبارك وتعالى يحولها إلى شنو إلى نفايات كله استهلاك لطاقة الحياة ومو بس استهلاك طبيعي استهلاك اللي يؤدي إلى مية وعشرين ألف حالة في كل أربع سنوات مية وعشرين ألف حالة انقراض لكائن حي بكل أصنافه وأنواعه مو أنه يموت حيوان لا 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 ينقرض يعني عن بكرة أبيه هذا النوع ينقرض يروح هذا وجود الإنسان هذا اللي خبط الملائكة الملائكة شلون يجرون يسألون استفهام استهلاك على الله خبط الملائكة هذا الإنسان هذا الإنسان شوية تفلته يدمر الوجود كله الله سلط عليه إبليس حتى هو إبليس هم هو يخاف الله فيحد إنسان لما أكو شوفوا الحكام الظالمين شايفين أكو حكام ظالمين هو يأكو الآن بالعالم هذول من أجل مصالحهم يقيدون الإنسان فما يخلوا يمارس حرية فلذا بالنتيجة يقيدوه فالحاكم الظالم مو من أجل مبادئ يقيد الإنسان إذا يمنع فلان وكذا وكذا الحكام الظالمين الأصلا لا يعتقدون بلا مبدأ ولا أي شي لعد ليش يمنع الإنسان من أجل أنه شنو من أجل مصلحته إبليس يريد يمارس هيمنة فيجي يضغط الإنسان أخيرا يخلي الإنسان شنو ينحرف أجل لكم الله في أشياء بسيطة في زناء العياذ بالله في أسوأ الفروض في هاي الأمور الإبليس يريد يمارس سلطة صحيح فلما يريد يمارس سلطة ما يخلي الإنسان يطلع من دائرة شنو حكومته وإلا إبليس إذا ما كان صدق الإنسان كان ينفلت بلا حدود كان ينفلت كل شي دمر أخيرا أكفت شي يسول له هذا الإبليس يخليه فيه محدودة من الإنفلات وإلا الإنسان كان قلت كلا أن الإنسان لا يطغى طغيان من يقف في وجه هذا الطغيان إبليس هذا الإنسان هذا اللي الله تبارك وتعالى يقول المثل الأعلى في هذه المنظومة الاعتدائية التجاوزية السلطوية عمد عدم الإيمان بالآخرة أعقب كلمة الإيمان بالآخرة مو أنه الإنسان يعتقد هناك آخرة هم هذا ما يمنع شوفوا إحنا نعتقد إنصافا بيننا وبين الله نعتقد بكل حاسيسنا ومشاعرنا نعتقد أكو آخرة قطعان أكو آخرة أكو حساب قبر بس إش قد يحيد إش قد يحدد هذا الاعتقد اعتداء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة لاحظوا يأكد يقول وما شر بشر بعده الجنة أي شر مو شر هذا كلام أمير المؤمنين وما خير بخير بعده النار كلام أمير المؤمنين كل خير اللي بعده النار إحنا نحب الأشياء اللي نعلم أنها تجرنا إلى النار نتأذى من الشر الذي نعلم أنه بعده خير بعده جنة وكل شوف كلام أمير المؤمنين والله لو مو كلام أمير المؤمنين ما كنت أقول هجي وكل نعيم دون الجنة محقور شكت نعمة كل حقير كل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية بس إنسان لا يروح للنار كل بلاء عافية كلام أمير المؤمنين شوفوا أمير المؤمنين يبالغ كل بلاء في الدنيا شنو ما يأكو بلاء يمكن الإنسان يتصور بلاء كل عافية إحنا عافية شنو لو مكفوخين من أول حياتنا لو كل شي الله ما ينطينا لو كل الحياة كلها مسحوقة أمير المؤمنين يقول عافية هذه عافية ما يقول مو بلاء يقول هاي عافية بس إنسان يوم القيامة لا يدشنا صدق عدنا هيتش عقيدة إحنا شوية أمورنا فد واحد يأكل حقنا لو أخونا لو أبونا نعتدي عليها شبيك ما رايح من إيدك شي هذا عقيدة بالآخرة هيتش أكو عقيدة هذا عقيدة هذا اللي يفسر أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقول هذا العقيدة بالآخرة نعم الحمد لله رب العالمين إحنا مو مثل ذاك الفلسوف اللي هلقد بيفتهم وأخيرا ما يقدر يعتقد بالآخرة صلوات الله على محمد وآل محمد زرقون العقيدة بالآخرة بس العقيدة بالآخرة أخيرا لأنها سطحية ما تعيقنا من شنو الوقوع في السوء في السوء المفتعل إذا واحد صدق يعتقد بالآخرة ليش يتألم شفي نصاير هسفت جزء من الحياة ناقصة أي شي بالنتيجة ليش هذا مو كلام أمير المؤمنين ألا ومن ألا اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه عاقل عاقل مو عاقل ما عنده مو أمير المؤمنين يقول ليش إنسان ينزعج من قول الزور فهد واحد كلمة قال خلي كل العالم يقولون أوه الإنسان كل يتخرب ويسوي عداوات فالعائلة تصير عداوات وبعدين من أصبح على الدنيا حزينا أصبح على الله ساخطا ليش تحزن علفت لقمة ما حصلتها علفت شتافة والله العظيم نحن علفت إشاء كل يشتافة نحزن مو نحزن أمورنا تتلخبط ونعتدي ونصارخ هذا مظلوم ابنك وبنتك وزوجتك شنو ذنبه أنت مثلا فتشي تالف خسران ونعتدي هذا السوء هذه هذه المسألة الأولى هذا في شهر رمضان هذا الشهر الفضيل حقيقة يحتاج إلى وقفة تأمل أنه إلى متى وين نريد نوصل هذا المطلب الأول هذا الإخفاق الأول إخفاق كبير الإيمان بالآخرة الإخفاق الثاني الإيمان بالأعلى ولله المثل الأعلى يعني شنو المثل الأعلى هاي فت إخفاق كبير إحلى شهر رمضان فرصة جدا نادرة نادرة كيف نتعامل مع هذه الفرصة النادرة نستعمل هذه الفرصة النادرة في مسائل تافهة لاحظوا فد إصطلاحك وفد مفهوم جدا مهم يطرح يقولون فرصة التكلفة يسموها فرصة التكلفة إذا أنت دفعت فلوس بيت واشتريت بي فد كاكاو هذه مو كارثة إحنا في جهر رمضان هذا الشي نسوي أخيراً الكاكاو شي طيب ونستمتع به لذفي بس فلوس بيت إحنا الآن هذه اللحظات في شهر رمضان في أفضل الفروض إذا الله وفقنا إن شاء الله يوفقنا أنه ما نصرف في معصية الله في الاعتداء نصرف في شنو تدري أكفت شي مسألة تكلفة أنت حتى إذا قرأت دعاء بحمزة هل كان بإمكانك هذا الدعاء الرهيب في شهر رمضان حقيقة رهيب حتى إذا تلوت القرآن هذا العمل الرهيب في شهر رمضان كل آية تعدل ختمة قرآن صحيح؟ حتى له هل هناك كان بإمكانك أن تأتي بعمل أفضل من هذا؟ فإذن أنت مغبون أنت مغبون حتى إذا أتيت بأفضل عمل ولكن إذا كان بإمكانك بالنتيجة الوقت محدود والفرصة الثمن باهظ جدا إذا صرفت مبلغ بيت اشتريت بي سيارة أنت مغبون حتى له سيارة فخمة أنت مغبون هذا فلوس بيت كان بإمكانك تملك بيت من وراء هل واقعا شنو هو أفضل الأعمال في هذا الشهر الفضيل؟ إذا الإنسان انشغل في الشيء شنو؟ من انشغل أمير الممي عليه الصلاة والسلام يقول من انشغل بالمهم ضيع الأهم بالنتيجة بالنتيجة كل لحظة في هذا الشهر جاء ينضيع شيء الأهم هذا بتكلفة بالنتيجة هذه تكلفة هذه التكلفة تكلفة باهظة إحنا ما نشوف هذه التكلفة بس شنو؟ فديوم ييجي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضية الأمر فديوم إنسان يتحسر ليش كان بإمكاني أنه استفيد من هذه اللحظات أحسن؟ هذا في أفضل الفروض إذا استفدنا هذه الساعات في عبادة رب العالمين أكو أشياء هواية أهم من هذه الأمور شنو من أشياء؟ شنو في خطبة النبي صلى الله عليه وآله آخر الخطبة اللي يذكر فضائل هذا الشهر أمير المؤمنين شوفوا هذا خطاب رسول الله لأمير المؤمنين قال له شنو أفضل الأعمال؟ رسول الله صلى الله عليه وآله قال الورع عن محارم الله هذا أفضل من مئة قرآن إنسان يختم هاي الآية هاي الآية هاي الآية شوفوا السياق مالها هاي الآية اللي قرأتها للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله تدرون للآية قبلها شنو؟ شنو الآية قبلها؟ هذا السياق السياق يعطي ظهور بالنتيجة الله ليش جاب هذا القانون هذا المثل هذا الرمز الأعلى في الإساءة تدرون؟ تدرون الآية التي قبلها شنو؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى شوفوا أخر الآية ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا سامة يحكمه شفيكم أنتو؟ بعدها رأسا يقول للذين رأسا شوفوا الآية شفيك؟ شنو الحكم هذا؟ ليش الإنسان يعتدي؟ ليش يطاوت؟ وهذا معيار إلهي بالخصوص قضية الأنثى ما أدري ليش الله يجيب هذه القرآن هذه الآية تجيب بعد هذه الآية على البنت وعلى الأخت وعلى الأم وعلى الزوج بعد هذه الآيات القرآن ينفعل هذا إنفعالية والقرآن حاشا أن ينفعل بباطل شو شلو؟ فيجيب فدعيار كلش غليظ ألا ساء ما يحكمون ساء بعدين يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء يعني يبدو هذه القضية هذا البحث الإنسان في هذا شهر رمضان يحد شوية قليل من ظلم من اعتداء هو والله أفضل من مليون دعاء اللي يقرى هذا الدعاء دعاء أبو حمزة شوية الإنسان يقرر شوية يضبط تصرفاته يضبط كلامه يضبط لسانه يضبط فكرة يضبط نيته هذه حقيقة أفضل الأعمال في شهر رمضان الإنسان يطلع من شهر رمضان ولو واحد بالمليون ضابط نفسه أكثر ضابط نفسه في مجال شنو؟ في مجال الاعتداء الاعتداء على كل شيء في هذا الكون هذا اللي يا أيها ولا في سورة الأعراف الله تبارك وتعالى مرت يكرر هذه الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها أنا أصلحتها هذه الأرض لا تفسدوا الفساد البسيط هو الفساد اللي الإنسان ممكن تصدر منه بالنسبة للبيئة الفساد الأعظم هو الفساد اللي يخرب كون الله في الروايات هناك معاصي بسيطة هناك معاصي بسيطة تصدر منها اضطراب في الكون نظرة واحدة تسبب زلزال في عرش الله روايات متواترة هذا الفساد الله تبارك وتعالى يقول الحياة روح لقد نعم عندك بس يريد يتطاول على قانون رب العالمي هذا اللي هذه الآية تتحدث عنها هذاني إخفاقان أن الإنسان عندما يتعامل مع الموارد النادرة شوفوا الإنسان يقولون الدم اللي يجري في عروق الإنسان هذا الدم اللي يعطي للإنسان حيوية يقيم ظهره يقولون فقط يجري في 15% من العروق 85% في طول العمر الإنسان لا يجري بالدم لماذا؟ لذا الدم بضغط ضغط 14 هذا الضغط يوصل المواد الحيوية لكل الخلايا إذا الدم يريد يجري في 100% تدري الضغط يصير صفر صحيح؟ فالأكسجين هذه المواد الحيوية هذا الكولوكوز هذه اللي توصل يغذي المخ ويغذي كل الخلايا هذا الإنسان إذا أكه هو الدم شي قليل هو 4-5 لترات ليس أكثر هذا إذا يريد يجري في كل العروق ما يبقى ضغط به هي الفرصة نادرة الإنسان يتعامل مع هذه الفرصة نادرة بالكلوات هذه مو خسارة هذه خسارة لا تقلوا هذه الخسارة عندما الإنسان شنو؟ يذب فلوسه بالبحر إذا الإنسان اشترى بفلوس بيت اشترى كاكاو هذا شن نذبه بالبحر ما نسوي شي هذه فرصة نادرة يحاول الإنسان أن يستغلها في أفضل جودة وفي التكلفة التي كانت باهظة إذا ما حصل الإنسان بهذه التكلفة الباهظة جودة ونقاوة هذا خسران هذا خسران هذا ولو نحصل على نعمة خلينا نحاول في هذا الشهر نكسب أفضل الأشياء ولا بالمقدار الممكنها بالمقدار الممكن نحاول نفكر أنه أكفت شيء أفضل من كل هاي الأمور اللي نمارسها من هاي الأمور العظيمة حقيقة وهو شنو؟ أهم شيء هو لأن الإنسان يحاول أنه يضبط نفسه هذا اللي أهم الآيات والروايات وأهم توصيات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يكون في هذا المجال وأهم من ذلك اللي هو سبب التوفيق الإلهي هو ذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم أهم شيء هو الذي يوفق الإنسان في كل خير حقيقة كل ما يكونه هذا إرادة إلهية هذا إرادة إلهية أن الإنسان إذا ذكر هؤلاء حتى لو كان إبليس الله تبارك وتعالى يرحمه حتى لو كان فرعون رواية المعروفة القصة المعروفة بني إسرائيل غضب الله عليهم في رواية تفسير الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام بالاتفاق هذا التفسير معتبر تفسير الإمام الحسن يقول أن الله تبارك وتعالى في الآيات القرآنية القرآنية اقتلوا أنفسكم في تفسير هذه الآية غضب على بني إسرائيل بني إسرائيل استنجدوا بموسى عليه السلام أن يرفع الله الغضب موسى قال ما في مجال أبدا إلا أن شنو واحد يقتل الآخر الأب يقتل ابنه يقتل يذبح اقتلوا آية قرآنية أنفسكم والله تبارك وتعالى ما كان لي يتجاوز هذا الغضب كان الله غضبان بسبب عبادتهم للعجل الإمام العسكري يقول يقول موسى أكد عليهم أنه ماك مجال غضب الله بعد ما يرتفع لأنه كان جاي غمامة سوداء على رؤوسهم ظللت عليهم وأنزلنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الله تبارك وتعالى أكد عليهم لازم اقتلوا أنفسكم الإمام العسكري يقول كم واحد هذولة أوادم أخذوا جانب من بني إسرائيل حلفوا الله تبارك وتعالى بأسماء الخمسة محمد وعلي طال فرفع الله العذاب عنهم بوساطة موسى ما قبل الله بل نهره موسى قال للقل هم ماكو مجال بني إسرائيل احنا خو قوم محمد وآل محمد احنا أمته أفضل عمل أفضل عمل في هذا الشهر هو هو التوسل محمد وآل محمد وآخر دعوانا وآخر دعوانا حفظة موسى وآخر دعوانا وآخر دعوانا شكرا لكم اشتركوا في القناة